وفي بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين رعاه الله فخامة الرئيس الحسن نواتارا رئيس جمهورية كوتيفوار ودولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باوميا ودولة نائب رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن عبدالله اسماعيل زيلعي ومعالي رئيس وزراء جمهورية كوتيفوار آمادوغون كوليبالي ودولة رئيس الوزراء الشيشاني مسلم خاتشييف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ومعالي رئيس مجلس النوابي بجمهورية أفغانستان الإسلامية عبد الرؤوف إبراهيم ومعالي وزير الدفاع الليبي أحيدة نجم ومعالي وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري ومعالي مدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد علي ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبدالله السيد سارومة ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصير والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبدو ومعالي وزير الدفاع السوداني الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج في جمهورية موريشيوس شوكة صدهن ومفتي جمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية ترجمة نانسي قنقر